احلا بكم عزيزي المشاهدين وحلقة بديدة موضوع حلقتنا النهاردة ده مهم جدا رؤية مصر عشرين تلاتين قد ايه مصر بتتطور كتير جدا وانجازات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعشان كده هنعرف الانجازات الكبيرة الموجودة على ارض الواقع واللي حصلت في مصر الفترة الاخيرة اللي قام بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مش كده بس ورؤية مصر عشرين تلاتين ازاي مصر هتوصل لبنية تحتية قوية وتعدي كل المراحل والازمات اللي بتمر بيها وعشان كده معانا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت مدير تحرير باخبار اليوم وهيكلمنا على الموضوع ده باستفادة ولكن اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بك في البداية حابة اسأل حضرتك كلمنا على المشروع القومي والكباري والاصلاح والتطوير اللي مصر ما شافتوش على مدار السنين الفاتت وطبعا ده بيورينا تاريخ مصر العريق في البداية منذ منتولى رئيس فتح السيسي حكم مصر 2014 عمل على الجزاء تعظيمها جدا على الاسس الممنية علمية واقتصادية وبيئية وثقافية وتعليمية في البداية رئيس فتح السيسي عمل نهضة كبيرة من خلال هذه المشروعات العملاقة سواء مشروعات عملاقة او مبادرات رئاسية لو تكلمنا على مشروع القومي والطرق الكباري نستطيع ان نكون مشروع قومي ناجح بكل مقيس من خلال 7000 كيلو على مستوى مصر من ناحية تانية من خلال طرق وكباري شارعين حياة جديدة تنمية اقتصادية من شرق الغرب من جنوب للشمال مثلا سبني المثال وتكلمنا عن محور بس كلبش في صيد كمتو مليار جنيه فعلا دي حقيقة كل الحاجات دي ملحوظة اوي وبينة في الدولة المصرية ومحور علم منصور بن سويف ولو تكلمنا على الانفاء وطرق المحاور في سينة نستطيع ان نكون كلها تعمل صالح مصر من خلال ربط ارض الفيروز سينة بالام مصر دي كلها هتعمل على تنمية اقتصادية توفير فرص عمل ومن جانب اخر بنية تحتية شارعين حياة جديدة تنمية اقتصادية وتحفيز المستثمرين الاجانب والمصريين على عمل مشروعات ومع ملاقة وعايزين برضو نتكلم على اهم الانجازات اللي تتمتع بيها الاسر المصرية في الوقت الحل لو كلمنا انجازاتك عديدة 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 منها سيد مسالة وكلمنا اول حاجة قناة السويس الجديدة يعتبر قناة السويس الجديدة كان له دور كبير جدا من خلال قناة لها دور كمورد تجاري عالمي كموقع لوكيستي في منطقة تنمية اقتصادية ده يعمل على انتاج ومشاريع عملاقة في هذه المنطقة ولو دورنا كلمنا على منطقة اقتصادية بالذات هنقول مساحتها بالضبط مساحة غفورة وحاليا بيعمل على تعزيز انتاج الادروجين اللي اقدرش بجانب المشروعات العملاقة مثل عسين الميسال صناعة المنسوجات صناعة المشاريع العملاقة في كافة مناحي الحياة كلها لصالح المواطن المصري وتقوم الخير لمصر مثلا عسين المسال كلمنا عن حياة كريمة كنوطة الاولى سمائة مليار جنيه مثلا حياة كريمة تعتبر من كبرى المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيسة فاتح السيسي لحياة كريمة لكل مواطن على ارض مصر مثلا اجمال تكلفتها تريون جنيه طبعا عزين نعرف كيفية استعداد مصر الاستقرار في التنمية واكدت مكانتها الدولية في الوقت الحالي من خلال كياتة رئيسة فاتح السيسي من خلال رحلاتها مكوكية التي تكون بها الى جميع نحاء العالم عمل بورتكولات دائما في التابع الابتصادي والاستثماري في كل مجاليات سواء تجاري او امني او عسكري وهذا يعمل لصالح المواطن المصري كلها داخل المصر وحل كل كافة قضايا العربية والاكوليمية مثلا على سبيل المسال حل قضايا ليبيا وقضايا القدس وقضايا فلسطين جانب اخر قضايا اليمنية والقضايا العراقية ولبنان جميع قضايا الازمة السودانية ورئيسة فاتح السيسي برضو عمل مبادرة رئيسية كبيرة جدا لعمل على حل ساتك حالية ما يحدث بين اوكرانيا وبين روسيا من خلال يعني وقف نزيف الدم بين هذه الدولتين طيب عايزين نعرف كيفية استعادة مصر في التنمية وكمان بقت اكثر يعني في اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة في طبعا 2030 نعم اولا هذه هي رئيسة مصر في 2030 تعتبر اول استراتيجية وطنية تنمية المستدامة في مصر تم اطلاقها 2018 في مايو 2018 ولها بول جبير جدا عدة محاور هو محاور بيئي اقتصادي او سياسي والاول مرة هذه الاستراتيجية تنمية المستدامة رئيسة مصر 2030 يجتمع فيها جميع المجتمع المدني وجميع الوزارات ويقتل حكومية مع كافة الاحزاب والاول مرة شراكاء على مستوى عالي من العالم برا شاركوا فيها اولا هذه رئيسة مصر 2030 تعمل على جميع ما يحتاجه الانسان على الارض مصر طيب احنا عايزين برضو نتكلم عن انجازات طبعا دي من اهم الحاجات انجازات العاصمة الادارية وما تأثرها على مصر في الايام القادمة العاصمة الادارية جديدة اول مدينة زكية مصر تعتبر تضاهي المدن العالمية مساحتها 170 الف كيلو مساحتها بالضبط زي مساحة سنغافورة من جانب اخر نستطيع ان نقول ان هذه العاصمة الادارية الجديدة نقطة مضيئة على الارض مصر تعمل على الحد من كسافة السكانية موجودة في مصر من جانب اخر وما توقع خلال هذا العام يعني يكون فيها 6 مليون مواطن وخلال ساعة 2030 18 مليون مواطن وساعة 2050 40 مليون مواطن يكون في هذه العاصمة الادارية جديدة والعاصمة الادارية جديدة فيها عدة مدن كثيرة منها مدينة الالعاب الرياضية مدينة الفنون مدينة طيب أحب أعرف مدى تأثير الشائعات على الإنجازات المصرية أولا سادتك مواقع التواصل الاجتماعي سلاح زوح الدين كويس الرئيسة في تحسيسي وطالب الوعي والوعي مهم جدا من خلال تنويره تبصيره بأمور الحياة كويس المواطن هو حقد صد لكل الشائعات كل ما يطلق من شائعات ضد الإنجازات الدولة أولا المواطن حاليا لديه خلفية كبيرة جدا بكل ما يتم من إنجازات الأرض الواقع ورئيسة في تحسيسي دايما في كل لقاءاته بقول المواطن المصري البطل الحقيقي من خلال أنه هو وقف بجوار بلده في عاملات إصلاح اقتصادي طيب أحب برضو أتكلم عن المشروع القومي في إصلاح وتطوير كباري اللي إحنا يعني ما شفناهوش على مدار العصور السابقة ما شفناهوش على في الوقت الحالي على طبعا إيد سيات الرئيس عبد الفتا هو شهد نجاح كبير جدا خلال هذه السنويات من 2014 المشروع قائم كويس اليوم مصر تشهد نجاح كبير جدا من خلال بنية تحتية وتنمية اقتصادية من خلال مادة شارعين التنمية اقتصادية من خلال ساتك الطرق الكباري والمحاور دي حقيقة منها سيئة مثال لو دورتي مثلا على طريق الحر من شوبرا و بنها وفر المسافة من 120 مثلا 120 كيلو ل35 كيلو من جانب اخر نستطيع ان نكون هذه الطرق وفرت الوقت ومن جانب اخر كلها معمولة من خلال كياسات عالمية جميع كياسات ساتك الاسفلت معمول بطريقة عالمية على مساوى عالي توفر الوقت ثانيا تعمل نهضة كبيرة جدا من خلال بنية تحتية من جانب شارعين جديد اقتصاد ثالثا بنية الانسان من جديد دولة بنت دولة بنت في العهد وهذا ما نراه على الأرض الواقع نطلع فاصل ورجعنا لكم بعض الفاصل وعايزين نسأل الأستاذ عارف بالله ماذا تأثير الاقتصاد المصري على الأجيال القادمة الحمد لله اقتصاد المصري نجاح درجة كبيرة جدا بدليل أيام كورونا كان اقتصاد المصري كان متعافي رقم اثنين في العالم من جانب آخر الرئيس عفتاح السيسي أشاد بالمواطن المصري بدوره بقيامه جنب بلده من خلال نجاح عملية اصلاح اقتصادي من جانب آخر أنا معاه دراسة بتأكد ان اقتصاد المصري عفي مثلا على سبيل المثال خلال السنوات الماضية تجاوز الاستثمار تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز تريون جنيه في خطة العام المالي 2023-2024 تريون جنيه كويس نحو واحد وخمسة وستين في المية تريون جنيه وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها مصر نتيجة الأسباب وظروف العالمية من جانب آخر ورغم الأوضاع العالمية مصر اقدرت خطة التنمية الاقتصادية دي كان بقى للعام المالي الحالي 2023-2024 الرقم لو كلمنا عنه نستطيع ان نكون 4 واحد من عشر في المية النموة اقتصادي مصري 4 واحد من عشر في المية 2023-2024 مقابل نمو معدل نمو مرتفع 4 واحد من عشر كويس دي تقديرات متشبهة ومع تقديرات جميع المؤسسات الدولية وهذا المعدل يعتبر أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غلبية الدول وأعلى من المتوسط العام المحقق على نسبة حوالي 3 واحد من عشر في المية و2 من عشر في المية وعلى التوالي 23 و24 وحالك برضو حابين نعرف من حضرتك مبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد تعتبر من أكبر مبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس عبتاح السيسي ويشرف عليها ورزاة الداخلية وهذه المبادرة تعتبر قائمة حتى الآن ضد تجار الجشعين وتعمل حول العدالة الاجتماعية من خلال ألف شادر متحرك وسابت على مصابة مصر من خلال يشرف عليه مدرية الأمن على مستوى الجمهورية من جانب آخر نستطيع أن نكون هذه المبادرة تعمل على صالح جميع المواطنين بتخفضات هائلة من 25% ومبادرة برضو تشجير 100 مليون شجرة هذه المبادرة نستطيع أن نكون قائمة على مستوى الجمهورية تشجير 100 مليون شجرة تعمل على هواء ناقي من خلال قضاء على الاقتباس الحراري من جانب آخر نستطيع أن نكون هذه المبادرة قائمة على مستوى مصر من خلال زرع 100 مليون شجرة في جميع أماكن مصر المختلفة وهناك شجر متنوعة سواء شجر زيتون أو مانجو أو بلح وكلها أشكار مسمرة تايب حضرتك رسالة من حضرتك توجيها للأجيال القادمة في ظل التطورات التي تحدث في البلد أهم شيء الانتماء الوطني أهم شيء المشاركة السياسية أهم شيء لكل مواطن الأرض مصر يحب بلده أهم شيء يكون صادق يحب الإنسان يبقى عنده دعوة للحب دعوة للإخلاص دعوة للعمل للإنتاج للإرادة لابد كل إنسان لديه حلم وأمل الرئيس على فتاح السيسي بطالب من كل إنسان أرض مصر لديه يكون حلم وأمل وإحنا منقول لكل شاب أرض مصر أو الفتاة يكون لديها حلم وأمل على الإنسان يكون لديها حلم وأمل تجاه مصر مصر المحروسة مصر الحلوة نطلع فاصل ورجعنا بعد الفاصل وعايزين نسأل حضرتك عن موضوع الإسمان عنه عن زيادة الأجور لأول مرة تاريخ رئيس مصري يتم زيادة الأجور يعني في أربع سنين تم زيادة الأجور للجمال العاملين سواء عاملين الدولة والمعاشات في خمس مرات في أربع سنين كمتها أكتر من 100 مليار جنيه كويس وهذه كهارات تاريخية تحسب لرئيسة فتاح السيسي لحرصه على تحسين معيشة حياة المواطن المصري وهذه كلها كهارات فعلا من القلب تحية وتقدير واحترام لرئيسة فتاح السيسي على شعوره تجاه المواطن المصري لتحسين أوضاع المالدنية وعايزين برضو نتكلم عن مبادرة 100 مليون صحة والجهود الرهيبة اللي الدولة بزالتها في مكافحة خصوصا فيروس تي اللي أصبح منعدم يعني في مصر كان زمان يعني فعلا منتشر يعني فبعد مبادرة سيادة الرئيس اللي هي مبادرة 100 مليون صحة زي والملف بتاع فيروس تي ده فعلا ابتدأ ينتهي من بلد إحنا ما كاننا عملها في الطبي وصلنا 100 مليون صحة نستطيع أن نقول هذه المبادرة العالم كله يتكلم عنها كويس اتكلم عن هذه المبادرة الرئاسية الليها دور كبير جدا فالقضاء على أمراض سارية والأمراض غير معلنة من جانب آخر والقضاء على فيروس تي وجميع أمراض السادتك اللي هي زي صحة المرأة وصحة التكزم وأمراض عيدة جدا أحدث حاجة مبادرة 100 يوم صحة كويس كلها مبادرات يعني السبب منها المواطن المصري والوافد على أرض مصر كلها مبادرات يعني علامات مضيئة على أرض مصر 100 مليون صحة تعتبر من أكوى المبادرات الرئاسية تم عملها لأول مرة رئيس مصري في عصره يعني يعمل يهتم من ملفه الطبي والتأمين الصحي الشامل ما هو بلد عمرها ما تكون صحيحة ألا ما تكون خالية من الأبراد يعني نعم طيب عايزين نتكلم عن مبادرة حياة كريمة حياة كريمة قيمتها في المرحلة الأولى صموية مليار جنيه كويس في المرحلة الأولى تم عمل حياة كريمة كل مواطن على أرض مصر 60 مليون مواطن استفدوا منها في جميع الكرة الريف المصري حاليا بنافس المدينة بنافس المحافظة من خلال مشروعات صغيرة مشروعات متنية الصغر من خلال عمل مشروعات قومية عملاقة داخل الكارية المصرية من خلال طبطين الترع الأول مرة يتم طبطين الترع من 105 سنة من المحمد علي طبطين الترع تعمل على شكل جمالي تعمل على الحفاظ على المية تعمل على القضاء على التلوث من جانب آخر نستطيع أن نقول التكلفة الإجمالية لحياة كريمة توريون جيني حياة كريمة تم نقلها حاليا إلى أفريقيا بنكهة مصرية وبكده نكون خلصنا حلقتنا حب أشكر الأستاذ الكاتب الصحفي العارف بالله مدير تحرير بأخبار اليوم شكرا لوجود حضرتك معنا النهاردة وبكده أعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة على خير إن شاء الله مع رهان اشتركوا في القناة